أنا بصراحة يعني أن يتغافل عن أن الاستعمار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيانات الغربية التي لديها مصالح وأنتم تعرفوا سادة العارفين أنه في بداية السبعين عندما تأثرت دولار الأمريكي وقاء الرئيس الأمريكي يومها إلى المنطقة وأبرمت فاقيات مقابل حماية للبيوت الحاكمة يعني نحن نتحدث عن بيوت حاكمة وبالتالي البيوت الحاكمة مقدور على السيطرة عليها قالها الرئيس الأمريكي ترامب عندما قال له رفعنا عنكم الوصاية والحماية لن تققوا أسبوع واحد وبالتالي الرجل يتكلم بواقعية إذن أنا أتمنى أن لا نعطي يعني صحيح أن الأنظمة العربية والأنظمة الخليجية جزء أيضا من المشكلة لا أحد يستطيع أن يتقاوز لكن أيضا لا نستطيع مطلقا أن نستبعد مخطط طويل المدى من قبل الهيمنة التي تريد التي تهيمن على هذه المنطقة أوباما قالها بالحرف أن الحوار مع الإسلام الشيعي أقدى من الحوار مع الإسلام السني لأن الإسلام الشيعي لديه ممثل وحيد وبالتالي تستطيع أن تتحاور معه ولهذا أنا بصراحة ما يحصل هو عبارة عن مخطط استعماري نعم يستخدم أدوات أنظمة وبيوت حاكمة وإلى آخره لكن مشكلتنا مع الاستعمار مشكلتنا أيضا مع ذراع إيران التي أنا أتفق مع الأستاذ بأنه نعم قد أختلف في أمور والموضوع الآخر وهو موضوع من الذي أسقط الشاه من وجهة نظري الذي أسقط الشاه هم شيعة إيران بقيادة الخميني لكن أنت تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الغربية ذكية وفطنية في الاستيعاب والاحتواء ومن ثم عندما رأت أن موضوع شاه إيران سيسقط سيسقط استطاعت أن تحتوي الإمام الخني لا لا يوجد دليل على هذا الكلام لا يوجد دليل احتواء في فرنسا لا 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 هذه تحليلات بالأخير عن إذنكم هذه تحليلات طبعا إحنا كلنا إحنا المسلمين المهاجرين في الغرب الآن عدادهم بالملايين أوكي أوكي بعد ذلك بس أختم بعد ذلك أين تتقاطع وإن يتفقون وإن يختلفون هذا قبايا أخرى شوف أيد هو ليس تقليلا من أهمية الدور الغربي الاستعماري التقليدي وإن كان من وجهة نظري أنه هذا الدور بيتغير مع تغير الزمن يعني ليس ثابتا جامدا وإنما هو دعوة للتوازن في تحليلنا للعناصر المختلفة المتداخلة كميل حتى لا نوهم أنفسنا بأن عناصر معينة هي المهيمة بالرغم من أنها أصبحت ثانوية أنا وجهة نظري أنه في الربيع العربي وما بعده العناصر الغربية أصبحت ثانوية هي تريد حرب اليمن هم أوباما اعترض على دخول السعودية في اليمن أصلا لم يستشيروه في الحرب اللي شنوها على اليمن لكن أدخل الحوثين لصنعه بالضبط أوباما أدخل الحوثين لصنعه والذي الضغط على الملك ودمر الدولة ومؤسساتها استنقد الرئيس الشرعي وله الحق في أن يستنقد بحلفائه بشركائه هذا كلام دبل ماسي الحرب في اليمن الحرب في اليمن نعم هناك انحراف عفوا هناك انحراف في بوصلة التحالف هذا أتفق معكم لكن الحرب في اليمن الحرب هو الذي دمر اليمن هو الذي دمر اليمن هي مليشيا الحوثي بتواطئ إيران وانحراف بوصلة التحالف لكن الذي دمرت اليمن هي السعودية لا اتفق مطلقا عن اذنكم لو لا لو لم يتمرد الحوثي على الشرعية وعلى اليمن وعلى مخرجات الحوار وعلى مشروع دستور استفتاع على الدستور هل ستتدخل السعودية من الذي مكن الحوثي هو متعددة لكن ايضا الامور ستتأثر بعضها عندما كانت القبائل السلفية التي تخضع بالكامل للمخابرة السعودية تحاصل الحوثيين في صعدة كان الحوثيين فعلا يعانوا من مأزق وتشكلت لجان الوساطة الى اخره لكن جاء الضغوط امريكية على الملك عبدالله وخصوصا بعد نجاح الثورة المضادة في القاهرة في مصر فامرت المخابرة السعودية القبائل السلفية بالنسحة من صعدة بعدها مباشرة بدأ الحوثيين يتقدمون باتجاه صنعه هنا باتتقدم الحوثيين تجاه صنعه يندرج ضمن الاجندة السعودية الاماراتي اجت اوامر من امريكا للملك عبدالله نعم هذا علي دليل هذا ايش دليله هذا دليله ام هو استنتاج لا ليس استنتاجا ليست يعني القبائل السلفية في مظهر الولايات المتحدة الامريكية هي تتصل بالجذر الفكري واحد ما تسميه الولايات المتحدة عشان في ضمن الحرب على الارهاب يعني ضمن الحرب على الارهاب فالسعودية ايضا بدأت توظف هذه المسألة الضغوط الامريكية نفذتها بحذافيرها وبدأت ايضا تبحث عن المصالح الخاصة بالضغط بدأت تبحث عن المصالح الخاصة استقلمة الحوثيين الامر فيما يتعلق بتمكين الشيعة جرى في اليمن كما جرى في العراق كما جرى في سوريا حتى هذا تم على مستوى وسائل الإعلام يعني الإعلام الذي الممول من المنكة العربية السعودية لو أتيت إلى طاقمه كلهم معظمهم من الشيعة يا سيدي النظام الشيعي في المنطقة اللي هو النظام الإيراني يدعم الشيعة في كل مكان يمولهم يقيم لهم المؤسسات يتبناهم بكل طريقة والأنظمة السنية في العالم العربي تحارب الإسلام تحارب السنة في كل مكان صحيح 100% هذا هو الفرق صحيح لكن في نقطة عن إذنك بس يا أستاذ عن إذنك بس عن إذنك كم تحدث يعني أنور عشقي قالها هو ضابط استخبارات قال المرحلة هذه كلامك صحيح أستاذ ياسين والرجل اعترف وهو ضابط استخبارات في الوزارة الداخلية والديوان الملكي السعودي قال أن هناك كان اتفاق خليقي مع الحوثيين باقتحام صنعاء وإنهاء قوة معينة ووويل آخره لما مات الملك السابق وقال الملك اللاحق بعد ذلك تغيرت الأجندة بأن الحوثيين خرقوا عن إطار الاتفاق واتقهوا باتجاه عدن فأسقط في أيديهم بالضبط ولهذا ولهذا نعم اتفق معك أنا في أمور وقد قالها الرجل ولهذا أنا أتفق معك لكن أنا عندي مشكلتي نعم انحراف بوصلة التحالف التحالف انحرافت في بوصلته الذي كانوا في العرق من أين جاءوا برضو نفس الشيء يعني انت المعاييرهابية لابد أن يكون هناك حل للمشكلة إذا كان المتورد فيها من أبناء البلد هذول مش غزايا من سيترح لك توقع الحل في اليمن الآن السؤال الآن السؤال في اليمن هل الحوثيون لديهم استعداد للوصول إلى حل في اليمن وشوف الحوثيون الآن لا يمكن أن يقبلوا بأي حل الخوف الآن يا ياسين أن هذه سواء سميناها حرب سميناها نزاع سميناها صراعات هذا الذي يجري في اليمن ويبقي الحال في هذه الوضع المأساوي أصبحت أقرب إلى الحروب بالوكالة وهذه مصيبة يعني هل يدرك أهل اليمن أنهم بالتدريج يدفعون إلى حروب بالوكالة يا دكتور يعني حين بدأت المواجهات كان الوضع كالتالي كان هناك قوى داخلية لديها امتدادات خارجية اليوم هنا قوى خارجية لديها امتدادات داخلية تغير الأمر خلال هذه السنوات وخلال الحرب فصارت حروب بالوكالة وأصبحت حروب بالوكالة فعليا أصبحت حروب بالوكالة يعني مكانت إيران من الفعل داخل اليمن في البداية غير مكانتها مطلقا اليوم في البداية كان مكانة استثنائية كان مستثمر كان مجرد مستثمر لما حصل الآن إيران تعتبر الحثيين ذراع اليوم هي الفاعل حتى تطلب من حماس تفرض على حماس الاعتراف بالحثيين اليوم اليوم فاعل رئيس داخل البلد حقيقة ربما وقع التحالف ضمن يعني استراتيجيته ربما التي نستطيع أن نسميها العمياء العورة هو كأنه كذلك كأنه يرى أن له معركة وله حرب فما يحصل في البلد في اتجاه الشرعية وأهدافها المعلنة أهداف التحالف المعلنة كانت في إطار المعركة هذه المعركة لعله قرر من خلال ما نرى قرر أنه لا بأس في أن يخسرها المهم أن يكسب الحرب الكبيرة ضد إرادة الشعوب وضد الحركات الإسلامية وضد كأن الأمر توجه بهذا الشكل المعركة مع إيران داخل اليمن لا تأخذ بعدها الحقيقي الذي يعبر عنه الإعلام لا يوجد حقيقة معركة مع إيران داخل اليمن من قبل التحالف وهذه النقطة هي العجيبة هي التي نرى أنها استراتيجية عورة أو عمياء للتحالف هناك معركة مع المكونات الشرعية داخل البلد ومعركة مع المكونات التي تحمل المشروع الوطني داخل البلد ومعركة مع المكونات التي دعمت وجود التحالف ورأت أن التحالف بالفعل أقرب إليها وإلى بلدها جغرافيا وتاريخيا وأيضا مشروعا هنا هنا النقطة التي حصلت هنا الانقلاب الذي حصلت لا أستاذ عنيدك قبل لا ضروري لا 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 في نقطة مهمة لازم نوضحها أيها أنا أرفض عفوا أرفض إطلاق كلمة الحرب في اليمن كلية بالوكالة لا هناك نعم مكونات تقاتل بالوكالة لكن هناك يا أخي الكريم جيش وطني يقاتل بلا راتب عن أي وكالة نتحدث هناك مقاومات قبلية وشبابية تقاتل بإمكاناتها يقاتلون حفات ولهذا الحرب نعم هناك مكونات هي عبارة عن وكالة مليشيا الحوثي وكالة لإيران مكونات أخرى عسكرية وكالة الإمارات وهكذا لكن هناك جيش وطني وهناك مقاومة مسلحة وهناك قبائل تقاتل من أجل اليمن ووكيلة عن اليمن والشعب اليمن بإمكانية ذاتية وبإمكانية ذاتية نعم فتات من التسليح هذه القوات التي يتحدث عنها الدكتور شوقي هي في النهاية مستهدفة من التحالف بس خلاص مستهدفة من التحالف وتستنزف بشكل مقصود أنا أريد أن أصبح خلاصة مهمة هنا فؤاد يقول في معركة وفي حرب لكن الحرب أنا أعتقد مع الشعوب السعودية حسامةها بدري الحرب التي تريد أن تكسبها هي معركة هي حرب الجغرافية حرب الجغرافية المملكة العربية السعودية والإمارات لهم طموح جيوسياسية ويريدون الوصول إليها بأي ثمن بالنسبة لليمن مسألة الشعوب حويدت تم تفكيكها إلى زيود إلى انتصاليين إلى ميليشيات إخوانية إلى آخره وأوجدت من الأسباب من أسباب الصراع ما يكفي لأن تظل هذه الأطراف تتبادل الشتائم والنزاعات إلى آخره وتغفل عن المخطط الأساسي وهو السيطرة على الجغرافية والهدف من حرب السعودية هي الوصول إلى أهدافها الجغرافية بالنسبة لليمن لا تريد أن تصل إلى البحر العرب عن طريق المهرة الدكتور شوقي أشار إلى نقطة مهمة وهي مسألة الطريق والحزام الطريق والحزام هذه الدول تريد أن تكسب مزايا إضافية للسيطرة على هذا الطريق وتحكم به بشكل كبير جدا إذا ترك الأمر لليمن أعتقد أنها ستكتسب مزايا إضافية ستخرجها من السيطرة من حدود السيطرة التي تفرضها السعودية الآن والإمارات على اليمن لو ترك الأمر لليمن التي تتصرف ضمن استراتيجية الطريق والحزام لأنها لديها إمكانيات واعدة جدا لديها باب المندب لديها ميناء عدن لديها جزيرة السقطرة هذه المزايا اليوم الهدف هو السيطرة عليها بأي شكل المخرج يا سينين المخرج ما هو المخرج يعني الآن أنا مدرك أنه أنت ترفض كلبة بالوكالة لأنه مش الكل بالوكالة لكن هو أي ساحة أي ساحة يصبح فيها هناك قدر من الاحتراب بالوكالة هذه تصل إلى جدار إلى طريق مسدود يعني المخرج منها متعذر أنا هنا أؤكد على ما قال في مسألة أنه الجيش الوطني والمشروع الوطني الذي أكدت عليهم البداية وأن ضرب هذا المشروع من أجل أن يستمر القتال على أساس حرب الوكالة حرب الوكالة لن يصبح كليا إلا باستنزاف المشروع الوطني ولذلك ضرب المشروع الوطني والجيش الوطني والمؤسسات الوطنية داخل البلد المقصود منها إنهاء كل عائق في طريق تحول البلد إلى مساحة للحرب بالوكالة هذه النقطة يعني مهمة يعني إحنا الوقت تقريبا أكتر من ساعة ونص وكأن الرسالة التي وصلتني أنه لا حل في اليوم هكذا الانطباع هكذا الانطباع الذي ترسخ بعد هذه المناقشات لأنه في الأخير نحن نتحدث عن النظر إلى الحوثي على أنه كيان إرهابي فلابد من استقصاله وبالتالي يستحيق وهذا الاستقصال مستحيل تطويعه أساسا وهو يعتبر خصومه كبالك وهو يعتبر خصومه أيضا كيانات يابد من استقصالها فهذه المعادلة في الأخير لن تقود إلى حل أو تسوية في اليوم هذه جزئية الجزئية الأخرى عندما نتحدث على أن هناك حروب بالوكالة بين أطراف بالفعل هناك حروب بالوكالة إذا كانت هناك قوات تدعمها الإمارات أو تقف خلفها الإمارات وكيانات تقف خلفها من المملكة العربية السعودية وكيانات تقف خلفها إيران بمنتهى القوة وهناك لعب كبير يحرق كل هذه الأطراف وهو الولايات المتحدة الأمريكية أو له تأثير في امتدادتها وفي تدخلتها في الأخير أنا ليس لدي رؤية وليس لدي القدرة على التفكير خارج هذا الصندوق طيب السؤال بقى المهم وحضراتكم يمنيين خرائط القوة على الأرض كيف ينظر إليه إمكانياتها وقدراتها كيف يمكن إليه البدائل والمصارات المستقبلية كيف يمكن إليه هل القبول بالوطع القائم هو الحل للنهائي الآن حتى تستعيد المملكة العربية السعودية إمكانيات قدرتها وتستطيع فرض إيرادتها أم أن هناك مزيد من التمكين للحوثي بدعم إيراني وبدعم إقليمي وبالتالي حتى يهيمن على كامل الأوضاع ونصبح أمام حكومة حوثية بالكامل من الألف إلى اليأتفرة سيطرتها كل هذه الأمور أنا شايف أننا من المهم أن نفكر فيها بمنتهى الجدية أنا فيما يتعلق بالدور الأمريكي دكتور شوقي أنا منذ 1992 وأنا مهتم بالولايات المتحدة والسياسة وهذا تخصصي الرئيس يعني 30 سنة تقريبا الماجستير عن الولايات المتحدة الدكتورية عن الولايات المتحدة صدر ما يقرب من 7 كتب مطبوعة عن الولايات المتحدة والسياسة في المنطقة وأعرف طبيعة استراتيجياتها وتحول الاستراتيجيات في آخر 50 سنة ولكن الإشكال الكبير بالفعل هنا أن هناك في كثير نزام آل فؤاد هناك المنطقة تدار بملفات أحيانا فيها توافقات وأحيانا فيها تعارضات الآن عندما خرج ترامب ونفذ أنه حتى نحمي لابد من الدفع قالها أوباما لم تكن سياسة ترامب فقط ولكن هي سياسة أوباما أوباما في أبريل 2016 وأعلن عنها أعلن صراحة فالفارق بين الجمهوريين والديمقراطيين أن الديمقراطيين في كثير من سياستهم الخارجية من تحت الطاول الجمهوريين من فوق الطاول أوباما في أبريل 2016 أجري معه حوار مع مجلة زا أطلنطق تحت عنوان عقيدة أوباما قال نصا أننا لن نسمح لأي دولة في المنطقة أن تكون راكبا بالمجان بهذا المصطلح الراكبون بالمجان بمعنى من يريد الحماية يدفع من يريد السلاح يدفع من يريد من يريد يدفع جاء ترامب ونفذ هذا حرفي طيب هناك الآن تعرضات هناك ملفات كما قال فؤاد مرة أخرى وأؤكد عليها ملف أوكرانيا فرض كثير من التحولات في المعادلات بدليل زيارة بايدن لاسترداء السعودية في ملف النفط والغاس لأن هناك حاجة استراتيجية لمواجهة لاحتواء أزمة ضخمة يمكن أن تكون تدعيتها أضخم عشرات المرة بمثل هذه تجد بعض القوى الإقليمية فراغات تتمدد منه السؤال هنا إذا كنا نتحدث عن جيش وطني وأنا أتفق مع حضراتكم أن هناك جيش وطني إذا كنا نتحدث عن مكونات سياسية صلبة وطنية تعبر عن مشروع وطن ما الذي تمتلكه هذا الجيش وهذه المكونات من قدرات حتى تستطيع تغيير المعادلة في اليوم أم أن في الأخير نحن رفعنا الأيادي وسلمنا أنا تحفظت فقط وابتسمت عندما حضر لمحضراتك قلت أن الرئيس الشرعي واستدعاء شرعي للتدخل فورد إلى الزهن مباشرة بشار الأسد واستدعائه الشرعي لروسيا واستدعائه الشرعي لإيران واستدعائه الشرعي لكل المكونات في الأخير عبد الرب لا يمثل الشرعية لأنها شرعية زائفة تم رسمها في اتفاق خليجي كان الهدف منه القضاء على التصور ولكن طيب وجهة نظر الشخصية وجهة نظر الشخصية المرحلة الصعبة كانت فكان لابد من شيء من التوافق في الأخير المحصلة صفرية وفي الأخير وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن وأنا من أجهة نظري لا أقبل شخصيا أن أبرر أنهم أخطأوا أن التحالف أخطأ في المعادلات قبل الحرب وحاول بعد الحرب أن يعيد التوازن هذا غير دقيق لأنه في الأخير خطأ كارثي هو الذي مكن التحالف العربي وتحديد السعودية والإمارات هم الذين مكنوا الحوسي لما وصل إليه الآن وأصبحت السعودية يعني لديها استعداد لأن تقدم الكثير من التنزلات حتى تجلس مع الحوسي وتتفوض معه وعندما قبلت في مفاوضات بغداد عندما التقت مع الوفود الإيرانية وطلبوا من إيران أن تكف اليد وتكبر الحوسي على بعض المعادلات قال اذهبوا إلى الحوسي حتى تتفوضوا معه لأننا أصحاب وعندما ذهبوا إلى الحوسي قال الحوسي اذهبوا إلى من دبنا أو من يمثلنا وهو حزب الله في لبنان وعندما ذهبوا إلى نصر الله في لبنان لم يقبل بالجلوس وجلس معهم مدير المكتب فكثير من التفاصيل لأننا أمام إغلاء إعلام عربي يمارسوا تضليلا وتغييبا ومنهجا ولا يتسم بشفافية للأسف الشديد فكثير من التفاصيل والمعلومات لا نقف عليه هذا بربجاندا أكيد طبعا جزء منها بربجاندا جزء منها بربجاندا لكن خلينا نرجع للساحة اليمان لا لا نرجع للساحة اليمان هو طبعا السعودية تذهب إلى إيران وتتفاوض مع إيران نزولا عند رغبة الولايات المتحدة الأمريكية ممتاز فيما يتعلق باليمان لحصن الحظ أن هناك مرجعيات للحل هناك قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 2116 إذا تم تطبيق هذا القرار أعتقد سنصل إلى حل هذا القرار يضع كل الأطراف أم مسؤوليتهم يا دكتور محنا عندنا قرار في فلسطين من السبعة واربعين لا 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 هذا القرارات أهو هي نفس الفكرة أصل قرارات مرجعية ده وضع تاني الحل هو القوة شوف ما الذي يحدث الآن يا إما التفاهم لا لا دعني أشرح لك الآن الآن بالنسبة للمشروع الوطني فقد الكثير من أدواته فقد الأمل في المرجعيات خرجات الحوار الوطني قرارات مجلس الأمن وأخيرا فقد الأمل في الشرعية لماذا؟ لأن هذه الشرعية أعيد إنتاجها لكي تخدم مشاريع التدمير ولكي تمكن لقوى الأمر الواقع ممتاز الآن هذا هو التحدي الكبير ممتاز السعودية كما الإمارات كما الولايات المتحدة دائما الولايات المتحدة التي لم تترك فرصة للحال في أوكرانيا ما في إمكانية وكل ما عملت بغطة الزرع لا يوجد إمكانية لا تقل التفاهم مع الحوثيين لا نريد سلامة مع الحوثيين إيش هتعمل فيه الآن الحوثي الآن الحوثي يسطر على الجلس الشماني من اليمن إذا كنت تعتقد أن السلامة الذي ننشده سيتم بمجرد أن يذهب الناس إلى الحوثي ويبايعه هذا ما يريده الحوثي ومع ذلك ومع ذلك أول شيء سيعمله سيبدأ يهينهم ويذل الناس ويفرض الأجندة اليوم قتل قاضي وقتل عضو مجلس نوابة عضو مجلس نوابة اليومين هذا قتل ما فيش صفاه هذا واحد صنعه الحل الوحيد أعتقد لاستعادة السلام في اليمن هو تجريد قوى الأمر الواقع التي جرى تسريعها أثناء الحرب من الذي سيكون بتسريعها الشعب اليمني أين الشعب اليمني إذن هي استمرار للحرب نعم الشعب اليمني يجري تخضيره أنا أعتقد الشعب اليمني كيف سيأتلف سيأتلف من خلال نخاب من خلال نخاب وهذه النخاب اليوم يعني شيئا فشيئا تفقد أنا أعتقد أنها ستصل إلى اللحظة الحرجة اللحظة الحرجة هي اللحظة التي يعتقد معها أهل الحل والعقد في اليمن أنه لا أمل لا في السعودية ولا في الإمارات ولا أمل السلام مع الحوثيين ولا جدوى من الاستمرار في أن نظر الأمور تذهب في هذا الاتجاه الخطر إذن هنا لا بد من قلب الطاولة قلب الطاولة سيكلف في الحقيقة سيكلف أنا أعتقد أن بقاء شعب بقاء شعب متمرد على المشاريع الخارجية ومقاتل للمشاريع التدميرية الداخلية أفضل بكثير من الذهاب إلى الاستسلام لأن الاستسلام سيعني تمزيع لا ليس المخصوذ الاستسلام المخصوذ هو الباحث دكتور الحوثيون أدخلوا مؤتمر الحوار وهم جماعة مسلحة بسلاحها وبنسبة وكانت هذه خطيئة عظيمة وكان بضغط إقليمي ودولي والأمر الأخطر من ذلك والذي ترتب عليه بعد ذلك كل ما جرى أنهم دخلوا ممثلين لصعدة التي هي ضحيتهم يعني صعدة التي دمروها وقتلوا أهلها وهجروهم جاءوا إلى مؤتمر الحوار ممثلين لها ممثلين حصريين لها إذن دخلوا بسلاحهم ودخلوا ممثلين للضحايا الذين سقطوا بسببهم هذا الأمر من الذي يرتب هذا الولايات المتحدة الإقليمية طبعا تعرف أن اليمن في هذا الفترة كان يشرف عليه علنا مجموعة السفراء العشرة هذا المجلس الذي كان يدير النسائل علنا أما الأمور الأخرى فكان المبعوث الدولي هؤلاء كلهم في مؤتمر الحوار كانوا حاضرين وكانوا يديرون الأمور ويحضرون الجلسات هذه النقطة هذا الأمر استنسخ تماما استنسخ تماما الآن مع الانتقالي من السفراء العشرة خمس دول خليجية والعضاء الدائمة الآن استنسخ هذا الأمر مع الانتقالي خليجية بس لا فقط حتى أكمل الفكرة استنسخ هذا الأمر مع الانتقالي فأدخل بسلاحه وأدخل بمشروعه الانفصالي نفس المأساة أدخل إلى أين ليس للمأتمر الحوار لا إلى الرئاسة الى قيادة البلد نفس الأمر هنا وهنا يستنسى هذا مشروع هذا مشروع لهم يعني مشروع حرب الوكالة وهذا مشروع حرب الوكالة هنا أعيدكم لله هذا مشروع حرب الوكالة وهذا مشروع حرب الوكالة كلا المشروعين يعملان على تصفية المشروع الوطني على الأرض والذي كان آخر تجلياته القصف الجيش الوطني الحل في هذه اللحظة بعد أن كان هناك شرعية أعيد هندستها وبعد أن كان هناك جيش وطني قصف وضرب هناك فرصة وهنا أقولها بشفافية هناك فرصة لأن يعيد الشعب اليمني الحامل الحقيقي لمشروعه الوطني يعيد إنتاج قيادته لمواجهة المشروعين كما فعل في 2011 عندما ظن الجميع أن الحياة السياسية تجمدت ووقف التاريخ عند علي عبدالله صالح فأعاد بالثورة وعندما فعلها مرة أخرى في 2015 وظن الجميع أن الكل قد استسلم المشروع الجديد والمخطط الجديد فخرج بمشروع المقاومة وصنع كل ما صنع بعد ذلك أعتقد أن هنا فرصة لأن يقدم الشعب قياداته وهناك كثير من المشاريع ذات التجربة والخبرة خلال التجربة الماضية يعني انتفاضة جديدة لن تكون انتفاضة اليوم أصبح الجميع أصحاب خبرة أصحاب خبرة إما سياسياً أو حتى على الأرض والميدان كان لدينا قيادات تنفعنا وبنفس الوقت تحجب عننا الكثير من الكعب في 2011 كان فعلاً الشعب لأنه فعلاً هي ثورة شبابية لم تصنعها الأحزاب الآن أنا أرى الحل العكس أن المكونات السياسية والمكونات القبلية لأنه الشعب لحاله فيها صعوبة في هذه المرحلة ما يستطيع يتقمع كمبادرات لأنه شباب مبادرة نخبوية مبادرة نخبوية من المكونات القوية التي لا زالت ولهذا ينبغي أن يحافظ على الأحزاب القوية وفي مقدمتها حزب تقمع اليمن للإصلاح وليعلم اليمنيون أن حزب التقمع اليمن للإصلاح سيكون رأس الحربة كونه حزباً قوياً منظماً اثنين مشايخ القبائل الذين ضربوا أروع الأمثلة في كل المحطات بعض المشايخ ثلاثة مجلس المقاومة لدينا مجلس اسمه مجلس المقاومة الوطنية هذا المجلس يستطيع أن يؤثر إضافة إلى الشخصيات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية هذه الأطر هي التي تحشد وراءها الشعب طيب اسمح لي يا دكتور في أقل من دقيقة وسيناريو يعني يجب أن نفكر فيه ماذا لو فرض على اليمنيين سيناريو اتفاق الطائف 1989 في لبنان وإذا انتظرنا 30 عاماً حتى تصبح اليمن أو تصل اليمن إلى ما وصل إليه لبنان الآن قد فرض قد فرض ماذا يعني تشكيل مجلس المقاومة هو الآن هذا السيناريو الآن نحن الآن نتحدث عنه هذا السيناريو اتفاق الطائف أن يتم توزيع اليمن كما حدث في لبنان اللبنان ماذا يعني تشكيل مجلس المقاومة